لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد هو عامل حاسم في أي انتخابات ومع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في تركيا تتزايد التساؤلات عن مستقبل اقتصاد البلاد سيما وأنه يدخل مرحلة حارجة بعد تدهور سعر صرف الليرة إلى مستويات غير مسبوقة إضافة لهروب شركات عالمية وبنوك دولية من السوق وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية على الحكومة القادمة التي كرر أخطاء الحكومة الحالية المتمثلة بالتدخل السياسي بشؤون المالية والمصرفية وأداء الشركات الأجنبية هذا الأمر يدفعنا للتساؤل لماذا باتت الشركات الأجنبية غير مهتمة بالاستثمار في بلادنا لكن التدخلات الحكومية دفعت هذه الشركات للهروب وتأتي هذه الانتخابات في ظل تباطئ النمو خلال السنوات الأخيرة وارتفاع معدل البطالة وتراكم الديون السيادية كل ذلك من شأنه التأثير على نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات وفق متابعين كما سيلقي عبءا على كاهل الحكومة الجديدة أيا كانت مكوناتها في صباح الثامن من يونيو سنتعرف على القوة التي ستشكل الحكومة وهذه القوة وحكومتها أمامها ثلاث تحديات كبيرة هي البطالة والتضخم ومهمة إيقاف تراجع مستوى الاقتصاد كذلك هناك مهمة أخرى لها علاقة بالأزمة مع الدول الجوار ولعل أبرز المخاطر التي تهدد اقتصاد تركيا وفق مؤسسات اقتصادية عالمية هي زيادة الديون الخارجية قصيرة الأجل على البلاد معتبرة ذلك نقطة ضعف كبيرة حيث تتوقع هذه الجهات حدوث أزمة اقتصادية في حال عجزت أنقرة عن الالتزام بسداد ديونها البوابة ذاتها التي دخل من خلالها حزب العدالة والتنمية إلى قلوب الناس وهي بوابة الاقتصاد والازدهار ربما تكون بوابته للخروج سيما وأنه يخوض هذه الانتخابات وهو يحمل على كاهله مشاكل كثيرة أدت إلى فقدان اقتصاد البلاد القدرة على التطور والتقدم ما قد يعني بدأ مرحلة تباطؤ النمو مهران عيسى سكاي نيوز عربية اسطنبول